كما كان متوقعاً أتم البرلمان الحالي التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية لسنة 2018 في جلسة شهدت فوضى عارمة وكان البرلمان قد صوت على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو خلال تعديل قانون الانتخابات حيث فصل القانون على مقاس القوى المتنفذة بإعادة نظام الدائرة الواحدة لضمان الاحتفاظ بالمكاسب والمناصب فيما ستحرم الكتل الصغيرة من الأصوات لطالما سعت القوى المسيطرة على المشهد السياسي في العراق إلى الاحتفاظ بنفوذها بوسائل شتى اضطرت في لحظة غضب شعبي إلى الانحناء لعاصفة تشرين وهي تعود مجدداً لممارسة هيمنتها عبر العودة لنظام سانت ليغو ما يعرف بالنواب المستقلين الذين اعترضوا على القانون لم يستطيعوا الاستمرار بمناورة كسر نصاب الجلسات ولم يتمكنوا من الحيلولة دون تمرير القانون مكتفين بالحديث عن الذهاب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة ما يثبت فشل أولئك الذين راكبوا موجة تظاهرات تشرين وأحاولوا استثمارها لمصالحهم أما من يدعون تمثيل المكون السني والذين برروا الموافقة على تمرير حكومة السوداني بأخذ ضمانات لإقرار قانون العفو العام وإعادة النازحين فلا يملكون اليوم سوى ذات التبريرات بأن الطرف الآخر أخل بالاتفاقات وهم في الحقيقة ليسوا سوى شركاء في عملية سياسية باتت تديرها الميليشيات بشكل كامل وتسخرها لمصالحها ومصالح القوى التابعة لها في الخارج العودة إلى قانون الانتخابات بنسخة سانت ليغو يثبت مرة أخرى أن الرهان على التغيير من داخل العملية السياسية والمبنية على المحاصصة والمفصلة وفق مقاس الأحزاب السلطوية هو رهان فاشل وما الانتخابات الأخيرة التي شهدت مقاطعة غير مسبوقة إلا دليل بين على أن الشعب العراقي نفض يده من هذه العملية ومن وجوهها التي أوصلت البلاد إلى الحضيض